بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل اختصر لنا معنى الإيمان وبين لنا حقيقته ببساطة عشان نفهم فإيه هو المعنى ده وهل الإيمان ثابت ولا بيزيد وين قص بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ربنا بيوضح لك إيه هو الحد الأدنى من الإيمان إنك تعدي مرحلة الشك في كل حاجة في الإيمان لكن المطلوب مننا إن احنا نوصل لمرحلة اليقين وعايزين ناخد بالنا من حاجة بأمانة كده إن احنا كلنا معظمنا على عرف السور فما الجيش وإنت مكانك ده وتتنطط كتير لأن ممكن بذقة بسيطة خالص تقع بمعنى مجيش للشبهات وتتصدر لها بصدرك وإنت لسه أصلاً ما تعرفش حاجة وإحنا لسه ما تعلمناش ما أسسناش عقيدة كويسة ما رسخش عندنا الإيمان كويس ونروح نسمع لبرمج الشبهات نسمع لكلام الملحدين نسمع لمناظرات الشيعة وإحنا أصلاً لسه مهزوزين فاخد بالك إنك واقف على حرف السور وبذقة واحدة ممكن تقع ما بنقولش إن الشبهات دي قوية ولا حاجة بالعكس أي حد عنده علم كويس لو طالب علم في نص الطريق حتى ممكن يردها إنما إحنا لسه متعلمناش فليه نعرض نفسنا للخطر ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو في ناس من سماعها ده بدأت تشك في الدين حتى لو ما بيقولش لكن فيه في نفسه حاجة ناحية الدين من كتر سماع الشبهات اللي بيسمعها إحنا دلوقتي محتاجين نزود الإيمان بتاعنا ونزود العمل نركز في الحدة دي ثم يقول الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون إيه اللي جاب الجهاد هنا أصل إن ربنا عز وجل بيجيب لك من الآخر الجهاد ذروة سنام الإسلام وده يدلك إن الإيمان قول وعمل فأكيد مش هيضحب نفسه إلا إنسان عدى بمراحل كتير ووصل لمرحلة عالية من الإيمان وأصبح عندها نفسه ما تسويش شيء أصدر ده ربنا عز وجل والحاجة التانية إن جهاد الأعداء ده فرعا جهاد طويل المفروض إنك تكون نجحت فيه خلاص جهاد النفس والشيطان والهوى والظالمين جهاد طويل لازم تنتصر على العدو الداخلي الأول عشان تقدر تنتصر على العدو الخارج وده يدينا ملمح إن الجهاد أوسع مما إحنا متخيلينه طب أجاهد نفسي على إيه جاهد نفسك على الالتزام بصورة العصر الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا تجاهدها على الإيمان وتعلم العقيدة السليمة أو العمل الصالح وعملوا الصالحات تجاهدها إنك تعمل بهذا العلم وتواصعوا بالحق تجاهدها على الدعوة في سبيل الله وتواصعوا بالصبر تجاهدها إنك تثبت على كده وتجاهد الشيطان يرملك شبهة تدفعها بالعلم يرملك شهوة تدفعها بالعمل وفيه جهاد البدع والمنكرات والظلم وفيه جهاد الكفار بالنفس والسلاح والمال فده نوع بس من أنواع الجهاد مش كل الأنواع ونروح لنقطة مهمة هل الإيمان يزيد وينقص ولا لأ؟ نعم الإيمان يزيد وينقص لابد إن احنا نعتقد ده طب إيه الدليل على كده؟ الله عز وجل قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فالإيمان ممكن يزيد وقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورتهم فمنهم من يقولوا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وممكن الإيمان ينقص قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن دي مسألة علمناها في دروس العقيدة لكن مش معنى أن احنا عارفينها يبقى احنا مؤمنين ممكن نقدر نقول أن معرفة المسائل العلمية ده هو الإسلام وتطبقها والعمل بيها هو ده الإيمان طب إيه الثمر من أننا عرف أن الإيمان يزيد وينقص أول حاجة زي ما بنقول كده ده يخليك مش على بعضك طالما الإيمان بيزيد أنا قاعد ليه؟ الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يعبد الله ويزداد إيمانا إلى آخر حياته تاني حاجة أنك تعرف أنك لو ما زددتش فاعلم أنك في نقصان طب الزيادة دي هتفيدك في إيه؟ أول حاجة أنها بإذن الله تضمن لك الاستمرار فلو افترضنا حتى أن في حاجة اسمها سبات فده لو نفعك النهاردة مش هينفعك بكرة لأنك النهاردة كنت عند قدر معين انت به في مأمن من الفتن والشهوات والشبهات لكن الفتن كل يوم بتزيد والشهوات بتزيد والشبهات بتزيد وأعوان الشيطان بيتفننوا كل يوم أكثر من الأول عشان يعرفوا إزاي يوقعوه ولو ما جيتش النهاردة بيعملوا حيل أكثر عشان يجبوك بكرة والأيام دي الفتن زادت جدا وبالأخص الشبهات وفي ناس ما استحملتش فلازم كلنا نزيد عشان ما ننزلش إحنا كمان الله عز وجل يقول وَمِنَ النَّاسِ مَيْيَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٍ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مثال لحد واقف على الصور سهل جدا أنه يقع لكن كل ما ازداد إيمانا كل ما دخل لجوه فكل ما كان في النص كل ما كان مسنود أكثر وكان صعب أنه يقع حتى لو وقع فهو واقع داخل دائرة الإيمان وده بيرد على سؤال ليه بيحصل انتكاسات فإما أن احنا محققين الإسلام بس مش محققين الإيمان لما التزمنا كان اهتمامنا بالظاهر بس وما حققناش الإيمان شوف هرقل لما سأل أبو سفيان قال له هل يرتد منهم أحد؟ قال لا فقال له كلمة جميلة جدا قال له كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لو الإيمان استقر في القلب فعلا صعب أن حد يرتد عن الدين أو أنه كان مؤمن وكويس لكن ما زادش والفتن زادت فانتكس الفتنة بتخبط في اتنين بتموت واحد وتزود واحد فلازم نعرف أن الإيمان يزيد وينقص ولازم دايما نسعى أن احنا نزداد في الإيمان بتاعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع و سبعون شعبة أو بضع و ستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل في القلب فلما تلاقي عملك ضعيف اعرف أن إيمانك ضعيف ومحتاج يزيد طيب كيف يزيد الإيمان؟ الموضوع كبير جدا وصعب جدا أن احنا نختزله في كلمتين ولكن لازم نعرف أن احنا لازم نزداد إيمان لأن الموضوع مرتبط بعمل الجوارح وعمل اللسان وعمل القلب ونقولها بمصطلع عام كده أنك تزود أعمال اللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح كما وكيفا إزاي؟ أعمال القلب من الحب والخوف والرجاء والزل والخضوع والانقياد تزود في أعمال القلب وتحققها صح طب يعني إيه كما وكيفا؟ مثلا أنك تصلي أكتر وتصلي بخشوع أنك تقرأ القرآن أكتر وتتدبر في القرآن ولو سألنا ربنا بصدق وتوكلنا على الله ولجأنا إليه إنه يزود إيماننا ويسبتنا بإذن الله نسبة على الحق أسأل الله عز وجل أن يهدينا سبل الرشاد وأن يسبتني وإياكم على الإيمان أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة